موسيقى الجزائر تحتفى بصناع المشهد العسكري الأروع في ذكرى سبعينية نوفمبر في مشهد تاريخي يضاف إلى سجل المشجل الجزائري وقف الفريق أول السغيد شنغريحة رئيس وركان الجيش الوطني الشعبي في قاعة الشرف بوزارة الدفاع الوطني ليكرم أولئك الذين صنعوا ملحمة غسكرية خاردة في سماء الجزائر وعلى أرضها وفي بحرها مجسدين قوة الوطن وغزة جيشه بذكرى سبعينية ثورة التحرير المباركة في حضور مهيب ضم كبار قادة المؤسسة الغسكرية من الأمين العام بوزارة الدفاع الوطني إلى قادة القوات والمدربين العامين تحولت قاعة الاحتفالات إلى منصة للتكريم والعرفان فالرجال الذين أذهلوا العالم باستعراض عسكري فريدة استحقوا أن يقف لهم قائدهم الأعلى مكرما ومثنيا على جهودهم الاستثنائية التي أثمرت نجاحا باهرا بكل المقاييسة لم تكن كلمات الفريق ولا سعيد شانغريحة مجرد خطاب تقليدي بل كانت رسالة عميقة تربط الماضي بالحاضر والمستقبل فحين نقل تهاني رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المراجي داتبون كان يؤكد أن نجاح الاستعراض العسكري هو نجاح للجزائر كلها وأن صورة القوة التي قدمها الجيش الوطني والشعبي هي صورة لغزة الوطني وكرامته في كل لحظة من لحظات حفلة تكريم كانت روح الشهداء حاضرة فالاستعراض والعسكرية المهيب لم يكن مجرد عرض للقوة بل كان وفاء لتضحيات الملايين الذين تقوا شجرة الحرية بدمائهم الزكية وهاهم أحفادهم اليوم يجددون العهد مؤكدين أن القوة العسكرية الجزائرية ليست للاستغراض فحسب بل هي درع حصين يحمي السيادة الوطنية ويصون مكتسبات والطورة المجيدة حين تحدث القائد الأعلى عن تكامل القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي عن الإقليم كان يرسم صورة لجيش عصري متطور يواكبه تحديات ويستشرف المستقبل فالاستعراض والعسكري الذي أبهر المراقبين لم يكن وليد الصدفة بل كان نتاج تخطيط محكم وتدريب متواصل وإرادة صلبة أكد الفريق أول صغير شينغريحة في كلمته على أهمية الذاكرة الوطنية في بناء الجزائر المقتدرة والمنتصرة مشيدا بالعناية الخاصة التي يوليها رئيس والجمهورية لهذا الملف الحساسة فالجزائر التي تستذكر بطولات الماضي تبني حاضرها على أسس المتينة وتتطلع إلى مستقبل واعد تكون فيه قوتها العسكرية ضامنا لأمنها واستقرارها ونهضتها وفي مشهد مؤثر تقدم القادة والإطارات والمستخدمون الذين ساهموا في إنجاح الاستغراض العسكري لا يستلبوا أوسمة التكريم من يد قائدهم كانت لحظات فخر واعتزازة تؤكد أن الجزائر التي انتصرت بالأمس بإرادة أبنائها توصل اليوم مسيرة الغزة والكرامة بسواعد أحفادي المجاهدين إن حفل التكريم بكل ما حمله من معان ودلالات كان رسالة للأجيال الحاضرة والقادمة مفادها أن قوة الجزائر في وحدة أبنائها وتماسك مؤسساتها وأن جيشها الوطني والشعبي سليل جيش التحرير الوطني سيظل العمود الفقري للدولة الجزائرية والحارس الأمين لسيادتها وأمنها نقطة 10 نيلة صدر اشتركوا في القناة